السلام عليكم هلا شباب في هذا الفيديو سنشاهد كيف يمكن معرفة من قام بحضرك على تطبيق الواتساب الطريقة سهلة جدا وبسيطة قبل بداية في شرح الفيديو على هذه القناة أقوم بتنزيل فيديوهات تتحدث عن مشاكل وحلول الهواتفة التطبيقات إذا كانت هذه أول زيارة لك على القناة تكرما أرجو عمل لايك لهذا الفيديو واشتراك في القناة ليصلك كل فيديو جديد أقوم بتنزيل على هذه القناة ونتابع الفيديو الآن نقوم بالنقر على الثلاث نقاط في الأعلى وبعد ذلك نقوم بالنقر على مجموعة جديدة الآن تقوم بإضافة الشخص الذي تشك أنه قام بحضرك على تطبيق الواتساب على سبيل مثال هذا الشخص بعد ذلك تقوم بالنقر على السهم باللون الأخضر وتقوم بتسمية المجموعة أي اسم ونقوم بالنقر على علامة الصح كما تشاهد تم إنشاء مجموعة جديدة الآن تقوم بالنقر على المجموعة وأيضا تقوم بالنقر في الأعلى على اسم المجموعة وتنزل إلى الأسفل وتقوم بالنظر في الأشخاص الذين قمت بإضافتهم إذا ظهر اسم الشخص في الأسفل أسفل مشاركين قيد الإنضمام إذا ظهر اسمه لا يكون هذا الشخص قد قام بحضرك على تطبيق الواتساب إذا ظهر اسمه في الأسفل لا يكون قد حذرك هذا الشخص أما إذا قمت بإضافته إلى المجموعة ولم يظهر اسمه يكون هذا الشخص قد قام بحضرك على تطبيق الواتساب أما بخصوص كيف يمكن التواصل مع شخص قام بحضرك على تطبيق الواتساب أن تقوم بطلب من صديق معين أنت مضاف عنده على تطبيق الواتساب والشخص الذي قام بحضرك أيضا مضاف عنده على تطبيق الواتساب أن تطلب منه إنشاء مجموعة يقوم هو هذا الشخص الذي أنشاء المجموعة يقوم بإضافتك على تطبيق الواتساب وأيضا يقوم بإضافة ذلك الشخص الذي قام بحضرك تطلب منه أن يقوم بتعيينك مسؤول لهذه المجموعة وتطلب منه الخروج من المجموعة حتى تبقى المحادثات في سرية وفي خصوصية تامة أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو الرجاء لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته